بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة هناك ظاهرة للأسف تفشت انتقلت إلينا من العالم غير الإسلامي وتفشت عندنا عادة تدمر الحياة الزوجية وتدمر الأسرة باختصار هي الإدمان على مشاهدة المقاطع الإباحية حقيقة هذه مشكلة ربما يعاني منها عدد كبير ولكن القليل من يتحدث في هذا الموضوع وبخاصة بشكل علمي بعض الناس ابتلي بهذا الوباء وهو يكره هذا العمل ويحب أن يتخلص منه ولكن لا يعرف ما هي الطريقة أسهل طريقة أخي الحبيب أن تدرك ماذا تفعل في دماغك وجسدك عندما تنظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى سأخذك لمجموعة من الدراسات أجريت مؤخرا عن تأثير النظر للمرأة الفاتنة حتى لو لم تكن عارية مجرد فتنة المرأة مجرد جمال هذه المرأة مجرد اجتهاء هذه المرأة ماذا يفعل؟ العلماء أخي الحبيب قاموا بإخضاع عدد من الناس لفحص ومسح أدمغتهم بجهاز جهاز رائع جدا يعني موجود في معظم الجامعات العالمية وهو جهاز المسح بالرميل المغناطيس الوظيفي هذا الجهاز يقوم بإعطاء الصور عن أماكن محددة في الدماغ وإظهار النشاط الذي يحدث فيها وكيفية هذا النشاط يعني مثلا عندما يتناول إنسان الخمر والمخدرات ماذا يحدث في دماغه؟ يحدث نشاط كبير في منطقة الناصية هنا يؤدي إلى اضطرابات وخلل في عملية اتخاذ القرار لأن الناصية هي مسؤولة عن اتخاذ القرار ونحن استعرضنا ذات مرة دراسة واستشهدنا بآية كريمة الله تعالى يقول فيها على لسان سيدنا هود إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا الناصية هي المنطقة الملاصقة لجبهة الرأس من الدماغ من الداخل هذا الفص ما قبل الجبه هنا هو منطقة الناصية ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صيرة المستقمة هذه الطيور التي تتوجه تسير ألاف الكيلومترات وترجع هذه الله يأخذ بناصيتها الله هو الذي يوجهها حتى الآن لم يكتشفوا السر أيها الأحبة يقولون طبعا الطيور ترى خطوط المجال المغناطيسي والطيور كذا ولكن السر لا يعلمونها ولأنهم لا يعترفون أصلا بوجود الخالق علماء التطور الأسماك الحيتان تذهب آلاف الكيلومترات لتناول غذائها السلاحف البحرية آلاف الكيلومترات لتضع بيوضها أسماك السلمون يعني الظاهرة موجودة عند الدواب دواب الأرض ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها لا يتوجه مخلوق على سطح الأرض أو في الكون إلا بإذن من الله وبالتالي عندما تشرب كمية من المخدرات هذه المنطقة يحدث فيها نشاط واضطرابات تجعلك فاقدا لاتخاذ القرار لا تستطيع أن تتخذ قرارا صحيحا وهناك منطقة أيضا خلفها تدعى مركز هو مركز المكافأة هذا المركز يتم فيه إفراز مادة الدوبامين وهرمونات أخرى هرمونات السعادة مجموعة من الهرمونات تفرز بشدة أثناء شرب الخمر أو المخدرات أو ممارسة الجنس أو حتى عندما تأكل طعاما لذيذا عندما تتلقى مكافأة ما عندما تسمع خبرا سارا هو مركز المكافأة والسعادة فهذا المركز أيضا ينشط بقوة ويفرز هذه الهرمونات طيب ما الذي يحدث أثناء مشاهدة الأفلام الإباحية نفس الشيء نفس ما يحصل أثناء تعاطي المخدرات في الدماغ هو نفسه ما يحصل أثناء مشاهدة مقاطع إباحية سبحان الله فيقول العلماء إنك عندما تشاهد هذه المقاطع وتكرر هذا العمل فهذا يؤدي لعملية إدمان تماما كأنك تتعاطى المخدرات وتدمن عليها وتصبح أسيرا لها ما الذي يخلق عملية الإدمان هذه؟ طبعا العلماء حللوا هذه الظاهرة وتبين لهم أن الدماغ عندما يفرز هرمونات السعادة بكميات كبيرة أثناء مشاهدة فيلم إباحي الدماغ يعتقد أن العملية الطبيعية أو العملية الجنسية أو العمليات الجمع أنها ستتم لأن الدماغ لا يميز أن هذا فيلم إباحي أو هذا واقع فتجد أن تغيرات في كيمياء الجسم تحصل أثناء مشاهدة هذا المقطع ولكن تنتهي بلا شيء لا يتم العملية الطبيعية الإنسان الذي يمارسها مع زوجته مثلا ويبقى هذا الجسد يطلب الدماغ يطلب المزيد من هذه الأفلام ويطلب المزيد ويطلب المزيد وفي ظل تعطل قرارات الإنسان الحكيمة تصبح أسيرا لهذه المشاهد حتى تصل لمرحلة لا يكون هناك أي لذة مجرد إدمان فقط طبعا المشاكل لا تقتصر على الدماغ وعلى تدمير جزء من خلايا الدماغ لا المشاكل تمتد للقلب حتى للمفاصل للعظام للجسم بكل عام بشكل عام للدورة الدموية كله يتأثر أخيرا تماما مثل تأثير المخدرات وهذا كلام علماء في جامعة كامبرج وليس كلامي يعني أنا أنقل معلومة فقط بالنسبة لمن يستغرب هذا الكلام أنا أنقل لكم من دراسات علمية والعلماء طبعا وجدوا هذا الكلام يقينا رأوه أمامهم حتى إن هناك دراسة وكل هذا الكلام منشور على موقعنا على الإنترنت هناك دراسة هذه الدراسة تقول أحضروا مجموعة من الشباب وطلبوا منهم أن يجيبوا على أسئلة ذكاء معينة لاختبار قوة الذاكرة لديهم وكانت الإجابات جيدة في البداية ثم المرحلة التالية أو الجزء الثاني من التجربة جعلوه يجيب ولكن في ظل وجود إمرأة فاتنة فغالبا كانت الإجابات خاطئة فدرسوا هذا الأمر فقرروا أنه مجرد وجود إمرأة فاتنة بقرب الرجل فإنها تؤثر على ذاكرته وسلامة اتخاذ القرار طيب إذن إذن نحن نرى هذا يظهر أمامنا واضحا من يشاهد الكثير من هذه الأفلام ويرتكب مثلا اغتصاب مثلا فتجده مثل إنسان أعمى كأن دماغه تعطل تماما يعني ما يسمى بعنى الدماغ الدماغ يعمى تماما حتى إنه بعد أن يتم جريمته في الاغتصاب يقول لك أنا لم أكن أشعر أنا لم لست أنا من فعل ذلك لماذا أخي الحبيب لأن لمشاهدة هذه الأفلام ومشاهدة الإباحيات بكثرة يؤدي لتعطل جزء مهم من عمل الدماغ ومنطقة الناصية بريفرونتاللوب التي تعطيق قرارات خاطئة هذه المنطقة أيضا مسؤولة عن التوجه والقيادة لذلك نجد أن الإنسان عندما يشرب الخمر لا يستطيع أن يقود مركبته بشكل صحيح وهناك آلاف الحوادث تحدث يوميا بسبب تعاطئ المخدرات والكحول أو الخمر لذلك هنا أنا أود أن أقول لك أخي الحبيب لا تظن أنك عندما ترى مشهد إباحي أن هذه القضية ستنتهي وأنها لذة لا بأس بها ثم تقول إن الله غفور رحيم ولكن أحبتي في الله من المشاكل الخطيرة جدا التي تؤثر على الحياة الزوجية أن مثل هذه الأفلام هي أفلام خيالية ليست واقعية يعني الممثلون في هذه الأفلام يقومون بأشياء أولا مدروسة وهناك سيناريو مكتوب تماما مثل أعمال أي عمل فني عمل مسرحي عمل تلفزيوني يكون هناك سيناريو أدوار الإضاءة الكاميرات يدرسون أشياء تثير غريزة الرجل باستمرار وبالتالي هذا الرجل ماذا يظن؟ يظن أن هذه المرأة التي يشاهدها في هذا المقطع الإباحي أو حتى مقطع رومانسي أو حتى في الأفلام والمسلسلات العادية يعني يظن أن زوجته يجب أن تكون مثل هذه طيب هذا غير موجود في الواقع العملي هذا تمثيل حتى الأفلام العادية التي نشاهدها الممثل فيها دوره في هذا الفيلم غير ما يقوم به في الواقع في الواقع أن تجد ممثل كوميدي دائما يضحك مثلا عندما يتعرض لموقف كوميدي حتى تجده ينفعل يغضب مثله مثل أي إنسان إذن الخطورة هنا أن يعتقد هذا الرجل الذي يشاهد هذه الأفلام أن ما تقوم به هذه الممثلات أن زوجته يجب أن تقوم بمثل ما يقومون به وهذا الأمر يعني حتى الممثلة الإباحية هذه في الواقع سلوكها يختلف إنسان عادية في الواقع ولكن أمام الكاميرا هناك كما قلت لكم أي فيلم مهما كان له سيناريو وله كذا وله إخراج ووراء الكاميرا هناك عشرات الناس كما تعلمون أي فيلم يعني ما لديه خبرة بالله بالسينما والمونتاج والعمليات هذه يعرف هذه الأشياء في كل الأعمال سواء إباحية أو غير إباحية وبالتالي تنغرس في ذاكرة الرجل صورة مثالية لمرأة يأتي للواقع يجد صورة مختلفة تماما فيطلب من زوجته أن تكون مثل هذه الممثلة أو يتخيل أن هذه الحياة الطبيعية وهنا تنشأ المشاكل لأنه لا توجد زوجة في العالم أو لا يوجد إنسان في العالم يستطيع أن يمارس في حياته الطبيعية العملية ما يمارسه في الأفلام يعني تجد ممثل يأخذ دور مثلا دكتور كبير في اليوم الثاني في عمل آخر يأخذ دور لص طيب في الواقع هل هو يفعل هذا أو هذا لا فالخطورة هنا أخي الحبيب في موضوع الأفلام الإباحية أن الرجال غالبا وهذه كلها دراسات علمية على فكرة أنا نشرتها على موقع أنا نشرت أكثر من ثلاثين دراسة عن هذه المواضيع ولكن أنا أعطيك يعني مقتطفات أحاول أن ألخص لك هذه الدراسات جميعا الرجل دائما يظن أن هذه الأفلام الرومانسية أو الباحية هي من الواقع فيرسم صورة في ذهنه للمرأة التي يحب أن يعيش معها فعندما يرى زوجته أنها لا تستطيع أن تقوم بهذا العمل وأن سلوكها مختلف تماما لأنهما يعيشان في الواقع فيبدأ المشاكل يبدأ النفور يبدأ الزوج ينشئ علاقات افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي وأنا طبعا تحدث في دراسة أن نسبة كبيرة من حالات الطلاق في أمريكا بناء على الدراسة التي نشرناها نسبة كبيرة سببها غرف الدردشة الصوتية أو مواقع التواصل الاجتماعي نسبة كبيرة أنك مجرد أن بدأت بإنشاء علاقة أخرى افتراضية يعني مع إنسانة تعيش في بلد بعيد عبر الإنترنت اعلم أن حياتك الزوجية تدمر إذن تدمير للحياة الزوجية الإحساس بالكآبة عدم الإحساس بالسعادة لأن الإنسان عندما يشاهد كما قلت لكم عدد كبير من الأفلام الإباحية فإن دماغه يفرز كميات كبيرة من هرمون الدوبامين هرمون السعادة الجسم لا يستطيع أن يصنع كميات لا نهائية فإن قدرة الجسم على تصنيع هذا الهرمون تنخفض كثيرا وبالتالي عندما يأتي ليمارس العلاقة مع زوجته الجسم غير قادر على تصنيع هرمون السعادة فلا يشعر بالسعادة فيعود ويلجأ من جديد لهذه الأفلام للحصول على السعادة وهذا ما يدمر كثير من الناس في الغرب للأسف يعني وبالتالي أحبتي في الله مخاطر على الحياة الزوجية وعلى سعادتك مخاطر على الذاكرة مخاطر مهمة الذاكرة مخاطر تتعلق بقدرتك على اتخاذ القرار ونجاحك في الحياة طيب أنا لماذا أعرض نفسي لكل هذه الكوارث وبالإضافة أنني أغضب الله سبحانه وتعالى طيب ما هي الفائدة هذه الأعين ستشهد عليك وهذا السمع الذي تسمع به أذنك هذه التي تسمع بها ستشهد عليك يعني كم أنت هنا عندما تشاهد هذا المقطع تستحي من أولادك من أخيك من أبويك من جارك يعني غالبا تجده يأخذ زاوية أو ينعزل أو كذا طيب كيف بك يوم القيامة أن نظرك هذا وسمعك سوف يشهدون عليك أمام الله سبحانه وتعالى ما هو موقفك ما هو موقفك عندما تقف أمام الله ويقول لك لقد أمرتك بغض البصر ألم أنزل لك آية يقول الله تعالى فيها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون طيب ألم تقرأ هذه الآية ألم تسمع بها الله عز وجل ليس له قيمة عندك أتجعل الله أهون الناظرين إليك تستحي حتى من الخادم وتستحي من إنسان يمر في الشارع لا تعرفهم ولكن تجعل الله أهون الناظرين ينظر لك وأنت لا تبالي وكأنه غير موجود في حياتك اعلم أخي الحبيب أي مقطع تشاهده أو صورة تنظر إليها وأنت تعلم أن الله يراك اعلم هذا استخفاف بمقام بمقام الله عز وجل لذلك هنا الله عز وجل لم يقل وَلِمَنْ خَافَ رَبَّهُ جَنَّةً مقام الله سبحانه وتعالى يعني أنت ما هو مقام الله بالنسبة لك لا شيء إذن يعني عندما تدرك أن هذا الخالق العظيم يراك ويسمعك وهو أقرب إليك من حبل الوريد وهو أقرب إليك من نفسك وهو يعلم كل فكرة في دماغك وكل حركة تقوم بها ثم تفعل الشر وتغضب الله وتنظر إلى ما حرم الله وتعصي الله ولا تأبه لكلامه وتتجاهل وجود الله كم أنت فعلا حالك يرثى لها حالك هذه حالة يرثى لها لذلك أخي الحبيب الله عز وجل عندما أنزل هذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكالهم بماذا ختمها قال إن الله خبير بما يصنعون تخيل أنك تجلس أمام كاميرا والعالم ينظر إليك يعني أنا الآن أقوم بهذا البث مثلا هل يتخيل إنسان عاقل أنني أرتكب خطأا أمام الناس مثلا أنا أحاول قدر المستطاع أن أظهر بالشكل اللائق وأمام من؟ أمام بشر ضعفاء مثلي مثلهم طيب كيف بك وأنت تشاهد هذه المقاطع أمام الملك سبحانه وتعالى يعني نحتاج لشيء من الحياء وأما من خاف مقام ربه فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إذن أخي الحبيب خلاصة هذا اللقاء الذي يعني طال نوعا ما إذا أردت أن تعالج هذه المشكلة إذا كان لديك أصلا هذه المشكلة نسأل الله تعالى أن يعافينا جميعا منها الحل بسيط جدا احفظ هذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وتذكر أن هناك كاميرا إلهية تراقبك وترصدك وأن نظرك هذا سيشهد عليك ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم احفظ معي أخي الحبيب وتذكر شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم هذه الإصبع التي تلمس بها الموبايل لتشغله لتشغل ما حرم الله ستشهد عليك ستنطق يوم تشهد عليهم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون فإذا أخي الحبيب يجب أن تتذكر هذه الآيات وتتذكر أنك كلما امتنعت عن النظر للنساء بشهوة وتجنبت هذه المقاطع وتجنبت حتى مجرد التفكير بما حرم الله صدقني ستجد أن حياتك الزوجية في أعلى درجات السعادة يعني كثير مننا اليوم لديه مشاكل في بيته وهو لا يعلم أن السبب تافه جدا بنظره ولكنه عظيم عند الله هو إدمانه على مشاهدة النساء أو المرأة التي لا تحل له النبي عليه الصلاة والسلام لم تمس يده يد امرأة لا تحل له ولم ينظر إلى امرأة لا تحل له أبدا فهذا النبي قدوة لنا فلذلك كان سعيدا جدا في حياته وفي بيته ومع أهل بيته ولم يكن لديه مشاكل ولم يكن لديه هموم كما نعاني نحن اليوم إذن أخي الحبيب إياك أن تنظر إلى محرم الله منذ هذه اللحظة قل يا رب أنا سأعاهدك وأنت أعني يعني توكل على الله سلم الأمر لله فوض أمرك لله فقط أنت عليك النية النية إنما الأعمال بالنيات إنوى أنك ستترك أي شيء يغضب الله أنا سأتجنب النظر إليه ما استطعت والله سيبدلك الله حلاوة في قلبك نورا في قلبك النظرة سهم من سهام إبليس مسموم يقصد نبي عليه الصلاة والسلام النظرة المحرمة من تركها مخافتي أبدلته نورا يجد حلاوته في قلبه طبعا قد يكون هذه الرواية ضعيفة ولكن معناها صحيح يعني فعلا الإنسان الذي يترك النظر لما حرم الله يشعر بنور في قلبه وفي وجهه حتى تجد وجهه سبحان الله فيه سماهم في وجوههم تجد فيه نورا سبحان الله فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا النظر لما حرم الله وأن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم إذا أردت أن ترزق يوم القيامة النظر إلى وجه الله عز وجل نظرة لا تطلب بعدها شيئا أبدا أهل الجنة إذا أحل الله عليهم رضوانه ويسألهم هل رضيتم فيقولون يا رب ولماذا لا نرضى أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فسبحانه وتعالى يرزقهم في هذه اللحظة النظر له عز وجل فلا يريدون شيئا بعد ذلك فإذا أردت أن تكون من هؤلاء إياك أن تنظر لما يغضب الملك عز وجل أترك هذا النظر أولا لمصلحتك لمصلحة دماغك لتعيش حياة أفضل لتتجنب المشاكل الزوجية وأيضا غير هذه الفوائد الطبية هناك فائدة أن الله سبحانه وتعالى سيرضى عنك أكثر وسيرزقك النظر إلى وجهه الكريم نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا